قالتلي بياعة الطماطم حب الطماطم ستجعل الصبية ملكة جمال بيضاء البشرة كالزجاجة ودعل التصبغات والتجاعد ايوة كل ده من حب الطماطم واحدة تتخيلوا ان كل ده يطلع من حبية واحدة وبس من الطماطم يلا نصلي على رسول الله لو اول مرة تشوفوني انا مطبخ مامة السهلة اسراء فاتح سكتشن ودي قناتي على اليوتيوب في البداية اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم اشعار بكل فيديو جديد انا بنزله هنا على القناة ويلا نشوف بيعت الطماطم ام غدود زي الامر قالتلي ايه قالتلي بيعت الطماطم يا اسراء هتجيبي حبة واحدة فقط من الطماطم وهنعمل الموضوع ده مرة كل اسبوع الطماطم موجودة في كل بيت تقريبا فمش هنخسر حاجة اجربوها لان الفكرة هتخليكي اجمل كمان من ملكات الجمال قالتلي بيعت الطماطم اغسلي الطماطمية وقطع الجزء اللي اولاني اللي فيها هنبدأ بقى ان احنا نجيب المبشرة ونبشر الطماطمية كاملة بالشكل ده وهنا انا ببشر الطماطمية كاملة عايزين كل حاجة في الطماطمية باستثناء الاشر فقط لا غير صلوا بقى على رسول الله ولايك كومنت حلو شجعوني فيه اشتركوا في قناتي وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم دايما اشعار بكل جدء فيديو جديد وكل وصفة انا بنزلها هنا على القناة علشان كمان مايفوتكيش اي فيديو اكتبوا لي بقى في الكومنتات انتو بتشوفوني كمان دلوقتي من اي بلد او من اي دولة واكيد اهلا وسهلا بالجميع وبما ان احنا خلاص قربنا على السنة الجديدة واربعة وعشرين فكل السنة وانتم طيبين وان شاء الله الفين اربعة وعشرين تكون سنة سعيدة علينا يا رب اللهم امين بشرة ايه الطماطمية كلها بالشكل ده هنبدأ ان احنا نجيب طبق تاني وهنبدأ ان احنا نجيب الصفاية وهنصفي طماطم كويس جدا هناخد كل العصارة ايه او العصير اللي في الطماطمية تخيلوا ان منت مطمية واحدة هنعمل فكرتين اللي اتنين حاجة كده هيخلوكي اصلا تستغني عن كل الحاجات اللي انت بتستخدميها حاجة رهيبة ما تتخيلهاش ابدا بجد الفكرة انا كاسراء بعملها دايما حاجة كده يا بنات خطيرة على فكرة تنفع كمان للشباب بمبوناتي بقى الحلوين احلى بمبونات في الدنيا لايك بقى وكمنت حلو شيري احلى بمبونات على قد ما تقدروا للفيديو انا عايزة الفيديو ده يعني لجرانك واصحابك وحبايبك صاحبتك المفضلة بقى اللي بتحبيها قوي ابعتلها الوصفة دي وجربوها انتوا الاتنين واكتبوا لي رأيكم بكل صراحة كده انا خدت العصير بتاع الطماطم هنرمي التفلي لا طبعا مش هنرميه لان ده الواحد وكنزة اصلا هقب بس كده كل العصرة برضو كلها مش عايزة سيب اي عصير خالص هنجيب طبق تاني وهبدأ ان انا حط فيه التفلي ده هنعمل وصفتين من حب الطماطم واحدة وبس الاتنين هيخلوكي تنوري يعني بعد ما تقفلي اتق الفيديو يخلص تقفلي اعملي الوصفة دي بجد بشرة بي ده عارفها ملمس الزجاج كده حاجة نعم ما فيش تصبوات ما فيش اسمرار فيش حبوب ما فيش اصل للحبوب ما فيش اي حاجة انا هنا حطيت معلقتين من عصير الطماطم هحط عليهم بقى ايه المكون السحري هو لبن جوز الهند تقدر تستخدم زيت جوز الهند او اللبن العادي انا بفضل جدا لبن جوز الهند هخلط بقى كويس او اللبن مع عصير الطماطم حبين يو يير الفين وربعة وعشرين خلاص على الابواب احنا بنودع خلاص تلاتة وعشرين احنا دلوقتي في ديسمبر يا رب تكون نهاية شهر ديسمبر جبر للكل وسعادة وفرحة وربنا يسعادكم كلكم احلى متابعين في الدنيا شكرا بقى لكل حاجة شفتها منكم حلوة في تلاتة وعشرين كومنتاتكم تشجعكم تحفزكم لي وجودكم في حياتي ده اكيد اكبر نعمة بعد ريدا ربنا علي انتو احلى حاجة فعلا حصرت لي في حياتي يعني مش قادر اوصيف لكم ساعدت ان انا طلعب الفين تلاتة وعشرين بكم هتشيل بقى في الطبق ده في اي علبة تلقى صغيرة كده وتحطيه في التلاجة كل ما تيجي تاخدي شوار هتجيب قطنة على المناطق الغنقى في جسمك المناطق الصمرة المناطق الحساسة على وشك وعلى رقبة تستخدم لكل الجسم بلاستسنا بالقطنة كده هتدلك في حرقات دقائية لمدة عشر دقائق بصي شكل ايديا اصلا اهو والله العظيم ما عامل حاجة في الفيديو يدوب كده بس بمستحمل قطنة بياض غير طبيعي ايديا كتلون ودلوقتي بقتلون شايفين المنظر تفتيح نظرة يعني اصلا ايديا ما كانتش كده شايفين الشكل عامل ازاي ده بتصيبو عشر دقائق على الجسم وعلى البشرة وبعد كده بتخسره بمية ده في عادي جدا تقدر تستخدميه كل يوم تستخدميه لحد ما الكمية تخلاص ترجع تعملي غيرها ده اقوى مقشر ممكن تستخدميه هيقشر الجلد اصلا وحلوته انه في وقتها يعني تلاقي بيشيل كده طبقات اصلا من الجلد الميت اللي على البشرة فبتحس ان انت بشرتك فتحة ما فيهاش غمقان ما فيهاش اي حاجة بيواحد لون البشرة وكمان بينضف البشرة جدا بجد ده قوي 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 حليب جوز الهند مع عصير الطماطم اما بالنسبة للتفل فحطيت عليه معلقتين من عصير الطماطم هحط بقى معلقة كبيرة من السكر دعويت لكم في 2024 ان ربنا يسعدكم جميعا يسعد قلوبكم يحقق لكل انسان اي امنية بيتمنها يشفي كل مريض يرحم الاموات ادعوالي انتو كمان دعوا حلوة او من قلبكم وادعوا كمان لوالدتي ان ربنا يرحمها ويسكنها الفردوس الاعلى من الجنة وان ربنا يسعد قلبي ويسعد لكم يا رب حطيت بقى السكر وحطيت كمان معلقة صغيرة كده من الاهواء البن اللي انا استخدمت بن السادة مش محوج هنحط بقى كده معلقة متوسطة من زيت الزتون وهخلط كل الكلام ده سوا هنخلط كده كويس بالنسبة لطفل الطماطم ده بنستخدمه استخدام وقت تكوني داخلة واخدى شاور تتلاقي في كويس قوي تاخدي شاور وخلاص تجافي في جسمك بعد كده بتبدأ بقى تفردي ده سكراب ومسك على فكرة في نفس الوقت ومقشر كمان هتفردي على جسمك ويتدليك على طول كده خمس دقايق جسمك كله بالوش بصي جسمك بلا استسلم مناطق اغام الوش وكل حاجة وبعد كده بقى شوية تشاور واخسلي جسمك ودعي لي مستبقى النظارة غير طبيعية نعومة كأن انت بيبي لسه مولود مبارح مش النهاردة يعني او كمان يومين لا بيبي لسه مولود مبارح كده بقى رايق كده بشرة رايق افاضيعة فيش تصبغات توحيد رهيب للون البشرة قضاء عن نمش على التجعيد بيشد التجعيد الشد لان ده بيحفز من إداج الكولاجين في البشرة فبيخلي البشرة كده ممتلئة ما فيهاش لخطوط ولا تجعيد تفتيح بقى قوة من اول مرة فعلا هيخلي خدودك كمان من وراء كده ومحمر ده لان زي ما قلتلكم هو بيخلي البشرة ممتلئة وبيحفز الكولاجين في البشرة جربوها لان ده اقوى مصق هيخليك تبدأ 2024 ببشرة نادرة ناصعة كده شديدة البياض زي الاشطة كمان هيخلي ملمس بشرتك زي الزجاج كده حاجة نعمة جدا تمام طيب لو تبقى شوية في الطبق تقدري تشير يوم في علبة مدة الحفز يومين اتنين فقط لغير فيه التلاجة اما بالنسبة الحليب لما نجوز الهند مع عصير الطماطم فده بيتم حفزه فيه التلاجة لحد ما الكمية تخلص بالنسبة للمسك او المقشر اللي هو بالقهوة ده نقدر نستخدمه مرتين كحد يعني اقصى فيه الاسبوع اما بالنسبة للعصير مع الحليب تقدر تستخدميه كل يوم لتنظيف البشرة وانه يديلها نظارة وتفتيح كمان من اول مرة لو انت عروسة بقى اجرب الوصفتين دول ودعيلي دعوة حلوة اوي 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 من قلبك وربنا يسعدكم جميعا وهابي نيو يير ان شاء الله الفين اربعة وعشرين تكون سنة سعيدة على كل المتابعين وعلى العالم كله اجمعين يا رب اللهم ما امين وبجد بجد بجد كلمة من قلبي انت احلى حاجة طلعت فيها في الفين تلاتة وعشرين واقوى واحلى حاجة حصلت لي في حياتي اشوفكم على خير والسلام عليكم